اشتركوا في القناة في سبيل تعزيز الشهادات حول ممارسات مفكر الجماعة الإرهاب المثيرة للجدل وبالوصول إلى الصفحات والمواقع الإلكترونية التي كان يزورها وجد المحققون معطيات وقرائن جديدة تدين رمضان الداعي المتحرش في شكاوى جنائية بالاغتصاب من نساء في فرنسا وأمريكا وسويسرا البحث عن تدليك حسي في المنزل عبر محرك الإنترنت وحارس خاص لتأمينه في مدينة ليل فهل ستسطر العدالة الفرنسية نهاية مسيرة ذئب الإخوان؟